كلمة رئيس المؤتمر الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما أنعم به علينا والصلاة والسلام على من به اهتدينا وعلى آله وصحبه ومن ولينا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف السادة الوزراء والعلماء ورؤساء الجامعات والأساتذة والإعلاميون والمثقفون والسادة الضيوف أهلاً وسهلاً بحضراتكم في رحاب جامعة الأزهر ويطيب لي أن أبدأ كلامي بتوجيه التهنئة إلى فخامة السيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي بمناسبة اختيار مصر لاستضافة ورئاسة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ الأمر الذي يعكس جدية الدولة المصرية وتميُّز إدارتها في التعامل مع ملف البيئة والتغيرات المناخية سعياً لمواكبة التقدُّم الذي يأمل العالم أن يحقِّقه في الوصول إلى بيئةٍ أفضل للأجيال القادمة السادة الحضور هذا المؤتمر الذي تعقدُه جامعة الأزهر برعايةٍ كريمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت عنوان تغير المناخ التحديات والمواجهة يأتي في وقتٍ عصيب يشهد فيه العالم واحدةً من أسوأ موجات الطقس والأعاصير التي تسببت في حالةٍ من الدمار والخسائر المادية والبشرية وما أحدثته التغيرات المناخية من تأثيراتٍ سلبيةٍ على الإنسان والحيوان والنبات والاقتصاد والتنمية الحضور الكريم إن هذا المؤتمر يأتي في وقتٍ بالغ الأهمية والخطورة في ظل ظروفٍ صحيةٍ لم يسلم منها قطر فقد ضرب وباء كورونا المستجد بتحوراته وأطواره المختلفة كل دول العالم فأصاب وقتل الملايين وأرعب كل سكان العالم فانطلقت سباقاتٌ محمومة لإنتاج لقاحاتٍ لتفادي الإصابة بهذا الفيروس ولكن للأسف سرعان ما غابت العدالة عن توزيع تلك اللقاحات على الدول الفقيرة الأكثر احتياجاً تلك الدول التي ما زالت تدفع فاتورةً باهظة سمناً لرفاهية الدول الصناعية الكبرى واستغلالها للبيئة الأمر الذي تسبب في ارتفاع درجة حرارة الكوكب وألحق به الأضرار والكوارث السادة أصحاب الرسالة إن قضية المناخ من أكثر قضايا هذا الكوكب تعقيداً ومن أكثر أزمات الآخزة في الانتشار وعلى الرغم من ذلك فإنها لا تشغل أزهان الناس بل أزعم أن كثير من العامة لا يعلمون عنها شيئاً ولا أعلم من السبب في افتقار الناس إلى الوعي بهذه القضية هل هو الحكومات الأكثر تأثيراً بالسلب على البيئة والأكثر استغلالاً لمواردها أم الشعوب التي هامت في ظلمات متاعب الحياة وهمومها إن هذه الشعوب المغلوبة على أمرها لا تطيق فقراً على فق ولا وباءً فوق مرض ولا انبعاثات غازات الاحتباس الحراري فوق أراضٍ أريد لها أن تبقى قابعةً في صفوف العالم الثالث وقد بدأ لنا ظاهراً جلياً ما فعله التغير المناخي من تقلبات طقس حادة وموجات حرارة غير مسبوقة ووتيرة فيضانات وحرائق وعواصف وأعاصير وموجات جفاف متكررة أضرت بشعوب ودول أنهكها التصدي لانتشاء وباء كورونا فما لبست أن تتبسم لظهور اللقاحات حتى وجدت نفسها في مهب رياح آسار التغير المناخي والاحتباس الحراري السادة الحضور نتشارك جميعاً هم الحفاظ على البيئة ورفع الوعي بمخاطر التغير المناخي وقد وقفت على حقيقةٍ مُفادُها أن التغير المناخي لا يخلُو من تمييزٍ طبيعيٍ طبقي حيث تعاني معزم الدول النامية اقتصاديًا وتنمويًا من الآساء السلبية لهذه التغيرات البيئية على الرغم من أن المُتسبِّب في معظمها دولٍ متقدِّمة أو كما تُسمَّى القوى الصناعية الكبرى ثم تتنصَّر هذه الدول والقوى من مسؤولياتها في دعم الدول النامية ولا يخفى على أحد أن التصدي لهذا الخطر العالمي لن يكون إلا من خلال الطلاع كل طرفٍ بمسؤولياته والالتزام بمبدأ المسؤولية المُشتركة الذي أكررته الأديان والمواصيق الدولية ومدى الدعم الذي تُقدِّمه الدول المُتقدِّمة للدول النامية لمواجهة مخاطر التغير المناخي فالتضامُن الإنساني العالمي هو الحلُّ الأوحد والأمثل للتعامُل مع هذه الأزمة الراهنة فميزانُ العدالة لا يرضى للدول النامية أن تكون هي الأقلَّ إسهامًا في حجم الانبعاثات الضارة وفي الوقت ذاته هي الأكثر تأسُّراً بالتداعيات السلبية لتغير المُناخ ولا أظنُّ أن الضمير الدولي يرضى للإنسان أن يكون ضحيَّةً لأنشطةٍ بشرية تسعى لمكاسِبَ مادِّية ومصالحَ ذاتيًّا بل أرى أن المُجتمع الدولي أمام مسؤولياتٍ جسام تتطلَّبُ ضطافُرًا إنسانيًّا حقيقيًّا غايتُه وضعُ خُطَة التنمية كلِّها من أجل الإنسان والحفاظ على البيئة التي يعيشُ فيها ولا يفوتني أيها الحضور الكريم أن ألفِ تنصر حضراتكم إلى أحد محاور هذا المُؤتمر والمُتمثِّل فيه ضور الأديان وقادتها ومُمثِّليها في النُصح والإرشاد والتوعية ولسيما بمخاطِيُ التغيرات المُناخية والبيئية ورسالةٌ التي يحملُها هذا المُؤتمر من وجهةُ نظري أنه لا يُمكنُ بأي حالٍ من الأحوال تنحِيَةُ الأديان جانبًا وعزلُها عما يضُورُ حولنا وما يُؤسِّرُ فينا وفي البيئة بشكلٍ عام فالأديانُ كلُّها رسالاتُ سلامٍ وخير جاءت لإسعاد الإنسان والأخذِ بيده ولم تأتي لشقائه والطُغيان عليه وتطويعه والتحكُّم في رغباته كما يُروِّجُ بعضُ من لا يُجيدون فهم فلسفة الأديان وماهيتها إخواني في الإنسانية إنني أوجِّهُ دعوةً ونداءً إنسانيًا من جامعة الأزهر العيقة ومن هذا المؤتمر لكل ضميرٍ حيٍّ أن يضعوا مُستقبل الأجيال القادمة نُصبَ أعينهم وأن يُفكِّروا في شكل العالم الذي نتركه للأجيال القادمة وأن يبزُلوا قُصارَ جهدهم لاستدامة موارد هذه البيئة التي استخلَفَنا الله فيها واستأمَنَنا عليها وأمَرَنا بإعمارها والمُحافَزة عليها ودفع الضرَي عنها كما أدعوكم لتشكيل لجنةٍ علميةٍ متخصِّصة تقوم على صياغة منهجٍ طربويٍّ تعليمي عن مخاطِ التغيُّرات المناخية والبيئية وكيفية مواجهتها والحد منها بأسلوبٍ مُيَسَّرٍ يُناسب الطلاب في جميع المراحل التعليمية المختلفة ويُعمَّمُ على الأنظمة التعليمية ونحنُ في الأزهر على أتمِّ الاستعداد للمشاركة في جميع مراحل هذا المشروع الإنساني المهم وفي الختام أسأل الله أن يكتُب النجاح لهذا المُؤتمر وأن يخرُج بتوصياتٍ قابلةٍ للتنفيذ على أرض الواقع وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته